ولما نقرأ الأفعال دي هناخد الثقة بنفسنا وهنقدر نقرأ أي كلمة تقبلنا بعد كده عندنا حرف الألف طيب جاي معاه حرف المين فتحة عندنا الألف فتحة والمين فتحة والرى فتحة طبعا ما فيش فيها أي صعوبة ولا فيها أي ثقل على اللسان أما را طيب نشوف فعل تاني بيبدأ بالألف والثلاث حركات مفتوحين أكلا أمرا أكلا أكلا نشوف كمان فعل أخذا أخذا يبقى عندنا حرف الألف فتحة المين فتحة الرى فتحة أي حرف من حرف اللغة العربية تجمعت مع بعضها وكونت لنا فعل ماضي من ثلاث حروف والثلاث حروف بحركة الفتحة طبعا ما فيش فيها أي تعب على اللسان أو ثقل على اللسان في نطقه فبتكون كلمات سهلة وبسيطة أنا كده أخدت الثقب نفسي إن أنا عارف أيه أقرأ وأي كلمة هتقابلني أقرأ طيب نشوف حرف الباء باء باء فتحة باء جي معها الصد با سا با سا الرأة فتحة با سا رع يبقى با سا رع نشوف الباء برضه كمان فعل با لا ع بنقول الحرف بايه بصوته صوت الحرف مش باسمه اسمه باء طب صوته ايه بالفتح يبقى با لا ع لام بالفتح تبقى لا العين بالفتح ع يبقى با لا ع يبقى احنا بنعود لساننا ان هو ينطق الحرف بصوته بحركة الفتح بكل سهول با لا ع طيب نشوف كمان كلمة با لا غا با لا غا طيب عندنا هنا برضه عايزين ندع علاقة بين الكلمات من حيث النقط با لا نفس الاشتراك في الحرفين با لا با لا عا وغا يبقى النقطة واهميتها في ايه تكوين كلمة جديدة ولازم نتعود ان النقطة لاهمية زي الشدة زي الفتحة يبقى كل حاجة في اللغة العربية لها قيمة في الكلمة ممكن تغير المعنى تغير بالكلمة من نوع الى اخر يبقى لازم نتعود ان احنا نهتم بكل دقيقة وصغيرة في الكلمة من حيث الفتحة او النقط نشوف كمان فعل عندنا مثلا بحرف التا تا را ك ترك ترك بحرف التا يبقى عندنا الالف والبا والتا تا را كا نشوف بحرف الثا تا تا نا تا نا هنا الالف المقصورة صوتها بالفتح تانا تانا نشوف حرف الجيم جا بالفتح طبعا جا عا لا جا عا لا جا عا لا جا لا سا جا لا سا جا با را جا برا يبقى هنا البا تا ثا جي نشوف حرف الحا حا كا ما حكما حا دا را حضرة حا ما لا حملا طيب انا بكتب الكلمات عشان نشوف الحرف بكتب ازاي يعني ممكن اجيب الكلمة تكون مكتوبة جاهزة بس انا بحب بكتب الكلمة قدامكم عشان تشوف طريقة كتابة الحرف حكما حضرة حملا حرف الخا خا را جا خرجة طريقة كتابة الحرف مهمة هنتعود يبقى خطينا جميل واحنا لسه بنتعلم القراءة يبقى الخط مهارة من مهارات اللغة يبقى لازم تسير جنبا الى جنب بالقراءة والكتاب خرجة ممكن كمان نجيب كلمة خا ضا عا خضعة يبقى عندنا ماشيين بالتسلسل الباق تاق ثاق جيم حاق خا اشتركوا في القناة